معيكم دكتورة رانيا السيدة عبدالعين استشاهر علاج الطبيب الأسرة العيني جامعة القابلة النهاردة هنتكلم عن الكتف المتجمد أو بنسميه التيبس مفصل الكتف التيبس مفصل الكتف أو الكتف المتجمد من المشاكل اللي مشهورة جداً بتيجي لوحدها ممكن من جاء السبب بتيجي مع حالات الشلل النصفي بتيجي مع مرضى السكر من المشاكل اللي بنشوفها مع حالات كتيرة جداً ومتكررة المشكلة ان الكتف بيبقى متيقفس وبيبقى مفيش مجال خالص للحركة بنستخدم معهم وسائل كتيرة جداً بيتحسن الحركة في مفصل الكتف زي بنعمل حاجة اسمها موباليزيشا نحرك مفصل الكتف في التجميهات معينة وعمقية الحركة زي ما احنا شايفين بصوار شوية لأن الكتف بيبقى فعلاً فيه تيبس جيمة ومن الحاجات اللي جايبة نتيجة هيلة جداً ان احنا بنحق المواد يعني اللي هي مواد معينة بتبقى مهمة قوي في الحاجات اللي فيها ترسب للكالسيوم او تيبس او حاجة اسمها كابسولايتس انتهاء في حاجة اسمها الكابسول جوه المفصل الكتف بيبقى احنا بنحط مادة وزي ما قلناً هي بتشيل الترسبات اللي بتبقى على المفصل ونتسهل ايه اليونت الحركة في المفصل ده نحط المادة دي اللي ما احنا شايفين ونحط الجهاز على موصل الكتف التغيير دي نحط الجهاز على فكة امريكي يعني في جامي جيزاً بنوصل الأدوية من جير ما نحط دققنا في المفصل ومن جير ما نعرض العيان لكورتيزون ومن جير ما ندي العيان ان الكورتيزون يعتبر علاج مؤقت يعني بصراحة من العلاجات الهيلة جيدة متائج وقليلة النتيجة بتبان في تلت جلسات من تلت جلسات لست جلسات متائج هيلة 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 ومن الحاجات بصراحة وإيه من مجابة تأثير حلو في علاج المشكلة دي بنبدأ بقى الجلسة اللي بعدها بنعمل السناكين ناجي هاز ألماني ناجي هاز ألماني اكتشف علم لوسي ده بيحكي نفس الطيار اللي ماشي اللي بيوصل نبضات الألم في الجسم بصراحة بيعمل حاجة اسمها نيرف بلوك بتمنع رسالة الألم من جلس بقى مدينا كورتزون ويدينا حقنا جوه المفصل عملتيابس ولا تأثير مؤقت ولا كل الجزء ده كله لأعملنا نيرف بلوك عفلنا عصا إنه الألم يوصل فيه بيزيك برنامج اسمه البيزيك ده من البرامج اللي هي بتزود الدورة الدموية في المكان فيه برنامج تاني اسمه سيديشن ده عشان تسكين الألم اكتبيشن بيمر بمرحلة تنبيه عضلات معينة وارتخاء في عضلة تانية هارمونيزيشن ده بينظم العمل بين الخلايا وريلاكسيشن بريلاكس المسلز اللي فيها او العضلات اللي فيها تشنج او تقلص عضلية بنبدأ نشاكل البرنامج وبنبدأ نعمل نعمل المنزل ده المنزل ده يعني وقته بيقى في حدود تلت دقايق المنطقة الواحدة من تلت دقايق النقطة اللي احنا شدادين فيها بالحد المكان كل يقدر على كل النقطة تلت دقايق ما شاء الله ما شاء الله الميزة فيه وتأثير ووقتي يعني بنشوف التأثير مع تأثير السلاقي ده في نفس الوقت يعني بصراحة من الحاجات بردو لتنما باقي لما بنعملهم مع دقيق برنامج القلاج الطبيعي في المشكلة دي بيبقى النتائج عالية وقتها قليل زي ما قولنا لو التأثير في أول وفي الجليد وان أول مرحلة بيبقى ثلاث جلسات لو في المرحلة الثانية بنعمل ست جلسات لو في المرحلة الثالثة والربعة قريباً من تنمهمهم بيبقى ناشرة جلسة ده بالنسبة لتأثير نفس الكلة يا رب انكم نفيدناكم في حلقة النهاردة عن علاج تأثير نفس الكلة